السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم سومة والنهاردة معانا فيديو جديد صباح الفل صباح النشاط صباح الجمال صباح الحاجات المفاجآت الحلوة اوي 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 النهاردة اول هدايا البدل الجديد وتعالوا اقول لكم ايه المفاجآة بتاعت النهاردة بس نبدأ الفيديو ونقول لهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قالي وصحبي اجمعين صلوا علي يا بنات النهاردة معانا بقى ايه في الفيديو زي ما انت شايفين القطعة دي جوزي بيركبها كده تحت المطبخ بتتركب في الرجول بتاعت المطبخ علشان خطر يعني تمنع اي حاجة تدخل تحت المطبخ او كده فزي ما انت شوفتوا كده جوزي كان بيركبهم هم اصلا كانوا جايين مع المطبخ بس ما رضناش نركبهم على طول غير لما نمسح تحت المطبخ بقى وننظفه كده علشان خطر ما يكونش فيه اي طرابة ولا اي حاجة تحته وزي ما انت شايفين ده شكل المطبخ بالعملة زي صدادة كده فهميني علشان ما فيش ولا طراب ولا مية ولا اي حاجة كده تدخل تحت المطبخ بتبقى شكلها كده فضي شكلها حلوة اوي وكمان فعلا فعلا يعني بتمنع اي حاجة تعدي تحته بتكون الموضوع مريح جدا ده كده شكل المطبخ وده كده الشفاط هنبتدي كده نشغل الاضاءة بتاعته علشان ايه علشان اخيرا هنشيل الستيكر من على البتجاز احنا اه يعني عايز اقول لكم الحمد لله مبارح يعني اه وصلنا الخرطوم بتاع الانبوبة وصلنا الانبوبة اه على البتجاز يعني هو دلوقتي جاهز للاستخدام فطبعا لازم اول حاجة نعملها ان احنا نشيل الستيكر ده اه قبل الاستخدام طبعا لان لو ما شلتهوش بيلزق بقى وبيسيح وبيعمل حاجات كده مش لطيفة ابدا اه انا طبعا شغالة هنا كده على امبوبة اه لان المكان هنا لسه الغاز ما وصل لهوش الغاز موجود في تقريبا الشارع اللي قبلي لا قل قبليه فاهمني فلسه يعني قدامه شوية كده عبل ما يوصل في الشارع اللي انا فيه لانه مش متوصل في الشارع اللي انا فيه اصلا فهنستخدم الانبوبة لغاية لما يوصله الغاز في الشارع بتاعنا وهنا كده زي ما انت شايفين بدأت بقى اخرج كل الحاجات اللي معها البتجاز هنا كده الحوامل بتبقى جاية في كارتونة كده زي ما انتو شايفين هبتدي بقى اركبها وطبعا العيون بتبقى جاية في كارتونة تانية برضو العيون آآ فكتها كده من الكارتونة بتاعتها وركبتها وده كده الشكل بتاع البتجاز بتاعي ونوعه طبعا آآ فرش آآ طبعا انا جاء انا مجربة قبل كده البتجازات بتاعت فرش فعشان كده كانت التجربة التانية ليا برضو بتجاز فرش تعالوا بقى نخرج برة ونسيبنا بقى من المطبخ ونشوف هنعمل ايه? طبعا اه الشبابيك الابواب الحاجة كلها بما انها جديدة فعليها بصوا بقى هنا كده اللي في بصوا العمدان العمود كده في حاجة كده زوايا من الجنب شكلها غريب قوي زي ما انتم شايفين كده ومحطوط عليها لازق وبتاع مفاجأة بقى يعني بجد هتبقى مفاجأة هوريكوا دلوقتي ايه المفاجأة زي ايه المهمة هنبتدي نعمل ايه دلوقتي بصوا انا كده ركبت كده المفاجأة هي ايه هوريها لكم بس انا ركبتها كده بالمنظر ده بس ان شاء الله هتعجبكوا جدا ودي شكل اللد مع النجف الجديدة انا قلت لكم ان انا هبقى صوره لكم بوضوح اكتر اهو شكله علشان المرة اللي فاتت ما كانش واضح جدا يعني دلوقتي اول حاجة هنعملها ان احنا هنطلع بقى نشيل الستيكر دوت من على اه الشبابيك اه عايز اقول لكم اجاوبكم على اه اسئلة سألتها لي الفيديو اللي فات اه جالي جالي كزا حد يعني اتكلم على موضوع الصور الصور بتاع السلم فا اه انا عارفة طبعا ان انتو خايفين علي ومقدرة ده جدا بس الصور يعني لسه لسه مش هنعمله دلوقتي لان بجد يا جماعة خلاص احنا كل الفلوس اللي كانت معنا حرفيا اتصرفت على الدورين لكن خطوة ان انا اعمل صور تاني دلوقتي صعبة جدا بناءا عليه انا ولادي بيطلعوا في ايدي وبينزلوا في ايدي محمد وايسل واحنا طالعين بيطلعوا في ايدي بيبقوا ببقى مسكاهم انا مسكة مثلا محمد او ايسل وباباهم مسك الطفل التاني وموجهنهم ناحية الحيطة واحنا ناحية الصور وطبعا السلم ما شاء الله زي ما انتو شايفين واسع وفي نفس الوقت لو حد هينزل من على السلم لوحده بيبقى نازل جنب الحيطة بعيد خالص عن الصور ومعنديش حد بيلعب على السلم ولا الكلام الفاضي ده يا ايما بيلعبوا تحت قدام عيني في الدور الارضي يا ايما بيلعبوا في وسط البيت لكن مفيش طلوع سلالم ده قواعد احنا يعني ايه بننفذها مع بعض انا معود اولادي على كده وهم عارفين ده وممنوع حاجة اسمها طلوع سلم ممنوع كده يعني فهمني ممنوع لعبة على سلالم اه ومعظم الوقت لان الجو ساعة زي ما انتو شايفين هم اصلا جوه الشقة يعني ما بيخرجوش برا ولا اه ولا بيخرجوا اه زي ما انتو عارفين كده قدام الباب او بتاعة ده او ع السلم لان الجو ساعة جدا ده اول سؤال انتو سألته لي تعالوا بقى اقولكوا ايه المفاجأة زي ما انتو شايفين كده الزوايا اللي احنا ركبناها مركبناش زوايا خشب ودهناها مع الدهنات والكلام ده لا خالص جبنا كده زوايا بتاع دوات دهبي استلس دهبي وركبناها كده في كل زاوية موجودة حتى الزوايا بتاعة المطبخ وفي كل زاوية من الزوايا بتاعة الدور الارضي بتاعة الحطان بتاعة العمدان عايز اقولكوا شكلها تحفة لطيفة اوي 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 كمان ركبناها فوق الشاشة وهوريكوا شكلها انا قلت كده للنقاش ان هو يلزقها لي بالشكل اللي انتو شايفينه ده اللي هو مدرج يعني واحدة طويلة واحدة قصيارة واحدة طويلة واحدة قصيارة شكلها تحفة اوي 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 يعني مش قادرة اقولكوا شكلها حلو ازاي ونصيحة مني لاي حد بيجدد او اي عروسة او كده بجد اعملوا الشكل الدهبي ده بيفرق جدا جدا في المكان وانا ليه عملته يا جماعة هقولكوا دلوقتي هتشوفوا شكل الباب آآ الباب في نفس الشريح اللي انا حطاها قدامكم دي آآ فيه كمان رسومات الباب اللي هو بتاعي الحمام مش الباب الكبير طبع الباب الكبير احنا دهنينه آآ مش دهنينه احنا عاملينه اللي هو الخشب المط آآ لكن بقى الباب بتاعي الحمام طبعا انتو عارفين اللي هو الموتال وانا مدخلة فيه رسومات دهبي وكمان فيه شريح دهبي بس بشكل كده معين هوريها لكم دلوقتي آآ وكمان جبت النجف آآ بتاع الدور الارضي دهبي آآ وعايز اقول لكم ان انا زي ما قلتلكم قبل كده ان انا ما بحبش النجف الكريستال ابدا بصتوا بقى الشكل تحفظ ازاي جماعة بجد رهيب رهيب على الحقيقة غير التصوير ابدا غير التصوير خالص على الحقيقة طعم طعامة ومش طبعية بصتوا اهو ادي الشكل بتاع الباب زي ما قلتلكم في نفس الشريح اللي فوق انا مختراهم وآآ كنت عاملت تصميم ده كده في دماغي ان هو يطلع بالشكل ده وطلع ما شاء الله زي ما كنت رسما في دماغي بالضبط 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 طبعا التصميم ده آآ احنا المختارين وانا وجوزي من من دماغنا وما شفناهوش عند حد ومت هيق لي مفيش حد عامله اصلا قبلنا احنا بس اخترناه وكلمنا بتاع القلمة تالي ينفزه وهو ما شاء الله شغله آآ كويس وآآ يعني بيعني حابب التجديد آآ يعني اول ما قلنا له على الفكرة آآ آآ طميم نعملها حلوة ورح عملها هون بالشكل ده بصوا بقى شكله تحفظ زي ادي الرسمة الدهبي وادي الشريح الدهبي برضو اللي هي ماشية جدا مع الشكل كله برا آآ كمان النجف زي ما قلتلكم آآ البتاعب ده الرسمة بتاعته اللي هي في الجناب كلها دهبي نفس لون الرسمة بتاعت آآ الرسمة اللي على الازاز بتاع الحمام آآ شكله تحفة 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 وطبعا انا جبت كريستال لان انا كنت عايزة الشكل ده رغم ان انا زي ما قلتلكم قبل كده ما بحبش الكريستال بس بصراحة بعد ما ركبته وشغلته عندي يعني يهون تعب التنظيف بتاعه وآآ مقابل شكله الجميل بصراحة بصوا بقى منظر الصالة اللي لسه كنا كنسينها ومسحينها ومزبطينها بقى عامل ازاي بصوا شكل الصالة بقى السقف بتاعها بقى تحفة انا يا جماعة من النوع اللي ما بحبش افور في اي حاجة نهائي السقف عملته آآ بيت نور بيت نور وفيه بطات آآ لفة كده في كله وفيه الليد طبعا آآ وطبعا عملت معاه التلات نجافات اتنين مدورين واحدة كده مستطيلة في النص آآ شكلهم تحفة مع بعض هي مش مستطيلة استوانية كده والمفاجأة اللي انا قلتلكم عليها بتاعة الدور الارضي ودي اول مفاجأة معانا آآ بعد توضيب الدور الارضي اللي انا فرحانة بها جدا 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 آآ جبنا شاشة سامسونج خمسة وستين بوصة وهنحطها تحت ليه بقى لان الشاشة اللي فوق آآ صغيرة جدا هي اتنين وتلاتين والمكان تحت واسع ما شاء الله واسع قوي آآ لو حطينا الشاشة اللي اتنين وتلاتين مش هتكون بينة اصلا آآ هتبقى صغيرة كده ومش هتبين حاجة آآ المكان ما شاء الله طول ما هو واسع قوي عايز حاجة واسعة حاجة كبيرة فجبنا كده زي ما شايفين اللي هي خمسة وستين وزي ما انتم شايفين ما شاء الله بما ان المكان ما شاء الله تبارك الله واسع آآ الشاشة ما بقتش بينة على الحيطة اصلا يعني يعني حتى الشاشة الخمسة وستين آآ آآ لما تحطت على الحيطة معادتش بينة يعني بقت شكلها صغير كده آآ اما تتصور كده من بعيد لابا انا مصورها كده من بعيد مش بينة اصلا. المهم آآ جيبت الشاشات اللي هو بيركب الشاشة وبيزبط طبق الديش وبيزبط القنوات وهكزا. آآ جي يركبها اوه زي ما انتم شايفين. يعني هو جي في وسط ما احنا كنا آآ لست بنرتب برضو الدور الارضي وبنشيل الستيكر من على الحاجات وكده. احنا ادوبا خلصنا وشيلنا الستيكر من الحاجة اللي في الصلاة كلها. وهو كان وصل بكمبيرين الجرس برا. هنا بقى هو بيعمل ايه? هنا هو بيزبط الاعدادات بتاعة الشاشة. آآ هو ما شاء الله عليه يعني آآ فتحها وزبطها وكمان آآ زبط لي على كل القنوات الموجودة ومفتوحة. آآ بس انا عمتا يعني عايز اقول لكم ان احنا ما بنشغلش اصلا آآ غير قنوات الكارتون او القنوات القرآن السنة النبوية يعني عارفين انتم الحاجات دي او قرآن. غير كده بصراحة مش من هوات قوي آآ الافلام والمسلسلات فيما عادة المسلسل بتاع قابل عروسة بصراحة بنعشقه جدا وبنستنى في معاده بس بعد كده بقى خلاص يعني كل واحد بقى بيقوم يشوف هيعمل ايه? وما بنبقاش قاعدين يعني لازقين في في القنوات وفي المسلسلات ومسلسل ايه اللي شغال وفيلم ايه اللي شغال وبتاعه وكده لا. آآ احنا بنبقى مشغلينه على الكارتون اللي هو يعمل ازعاج جنبنا. آآ بس. وهنا بقى زي ما انتم شايفين بدأ آآ هو خلاص ضبط الاعدادات بتاعت الشاشة. وكمان آآ نزل القنوات كلها. آآ هيبتدي بعد ما خلصنا خلاص الحمد لله هيعمل ايه دلوقتي. احنا كنا عاملين حسابنا في المحتوات والحاجات بتاعت تعليق الاستطارة. آآ زي ما انتم شايفين اخترت كده الشكل الدهبي ده برضو هيبقى ماشي جدا مع كل حاجة دهبي موجودة في الدور الارضي. بصتوا الشكل بتاع التعليق بتاعت الاستطارة. آآ انا جبت كده الشكلين دول. وجبنا كمان استطاير. واحنا هنا اصلا كنا عاملين حسابنا في الجبس ان بورد ان احنا آآ سايبين آآ بيت سطارة. هو بما انه معاه الهلتي. فآآ اهو زي ما انتم شايفين ابتدى كده يعلم علشان خاطر يخرم كده آآ مكان الاستطاير. ويعلق لي فعلا الموسير. وبعد الحمد لله ما مشي وخلص كده آآ انا اللي انتم شايفينها دي. الستاير بتاعتي كنت بقسها. لقيت ما شاء الله دور حتى بعد ما نزلنا السقف حوالي متر. حوالي متر. برضو الستاير قصيرة جدا يعني جات ربع متر كده فاضي. آآ الستاير اللي كات فوق. آآ كنت بقسها بس بشوفها زبطة ولا لأ. فطلعت يعني ما شاء الله يعني برضو المسافة من الارض للسقف لسه برضو طويلة. فهتعز لها ستاير مخصوصة بقى نبقى نعملها لها ان شاء الله. وهنا كده زي ما انتم شايفين بدأت بقى بعد ما الراجل خلص بقى واخرم بقى للشاشة وخرم للستاير وكل حاجة. آآ ابتديت بقى ان انا انضف المكان علشان خاطر آآ اخيرا اخيرا هنفرش الدور الارضي. هتفرش ايه يا سومة? لا مفاجأة. استنوها بقى دلوقتي علشان بجد مفاجأة حلوة قوي. هنا آآ بما اننا كنا بنوكلوس ففتحنا كده آآ الشباك علشان خاطر آآ اي طرابة. هو ما فيش حاجة يعني هو بس ما اطرح ما آآ عمل الاستطارة آآ يعني شوية آآ تراب بسيط جدا مطرح ما عمل آآ بتاع المكان بتاع الشاشة شوية تراب بسيط جدا وطبعا دخولنا وخروجنا واللازق بتاع آآ اللي هو كان محتوط على كل الحاجات بقى الباب والشبابيك والكلام ده كله. آآ ابتديت بقى ان انا اخرجوا برا في البسكت بتاع القمامة يعني. وابتديت بقى ان انا قلم كده شوية التراب البساط اللي طلعوا دول. اهو بالشكل ده. وبعد ما هخلص كنت نسيت بقى حاجة. نسيت الشباك بتاع المطبخ. فقلت كده برضو اخده على السريع زي ما انت شايفين طبعا آآ الاستيكار ده كان في الدور اللي فوق بتاع القلموتال كان جايب هلنا متشال اصلا يعني كان جايب الشبابيك عالتركيب على طول وكان شايل كل الاستيكارز دي. بس عايز اقول لكم ان هي دمها تقيل اوي اوي اوي. وانا اه مصرعها بطريقة رهيبة يا جماعة عشان اشيل بالشكل ده. انا كنت باشيلها تنتوفة تنتوفة فاهميني. اه كانت رخمة جدا وبتتقطع بطريقة رهيبة. واخدت وقت كبير اوي علشان كنت يعني ألمها اه او اشيلها. اه ما اخدتش الوقت اللي انتو شايفينه ده لا ده اخدت وقت طويل وتعبتنا جدا. لان هي كانت بتطلع سنة سنة وكانت بتتقطع يعني. رغم ان هي ما قاعدتش كتير يعني. المفاجأة كانت ايه بقى زي ما انتو شايفين كده. اه نزلنا الركنة اللي كانت فوق. ايه ده يا سومة? ايه اللي انت هتعمليه ده? نزلي الركنة القديمة. لسه انا ايلالكو على موضوع الصور بتاع السلم. حرفيا الماديات معانا اتدمرت. اه بجد خلاص مفيش فلوس. مفيش فلوس. اه طبعا اه هفرج ايه? في الدور الارضي. طبعا هنزل الركنة من فوق. اه نقعد عليها لان طبعا هتكون الركنة تحت اه او المكان تحت. اه هيكون ريسبشن وليفنج وكل حاجة. هيكون ريسبشن لاستقبال اي حد. وليفنج معيشة لينا احنا لان طبعا المطبخ تحت. اه فاحنا هنكون متواجدين تحت اكتر وهنطلع على النوم. اه فلازم حاجة تكون مفروشة علشان نعرف نقعد عليها. طبعا جينا نحط الركنة اه حطناها هناك كده تحت الشباك. جات كاملة متكاملة وكل حاجة بس بقت بعيد جدا عن الشاشة. طب ده كده مش هينفع. جبناها كده هنا في النص وحطناها بقى بكزا شكل. بصوا الشكل ده. اه برضو حسناها لا هي محطوطة كده في نص الصالة كده لا شكلها مش مش قلطة في حاجة. اه حطناها بالزاوية بتاعتها اللي هي نص دوران دي. لقناها برضو مش قلطة في حاجة. جينا بقى في الاخر عملناها بالشكل ده وقلنا يعني اه هتقضي الغرض بالطريقة دي. يعني هنشيل الجزء اللي هو الدوران اللي في في النص ما بين القطعتين. اه وبعد كده اه هنحطه هو في مكان تاني ونوصل الركنتين ببعض الجزء الكنتين. اه ونعملها ركنة طويلة قوي. اه جايبة من العمود للعمود. والناحية التانية هنحط كده اللي هي الركنة الزاوية دي. اه النص دوران ديت هنحطها في اي جنب بقى او هنحطها تحت الشباك مش هتفرق. المهم رتبت كده زي ما انتم شايفين الشلت بقى بعد ما رتبت الركنة نفسها ونفطها وخليتها زي الفل. اه قمت منزليها كده بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. وبدأت بقى ان انا ارتبها. طبعا ناس كتير هتقول لي يعني يا سومة مجددة وكذا 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 وتنزلي الركنة القديمة ايوة طبعا. انزل الركنة القديمة عادي. مدام انا مديا دلوقتي ما معاييش ايه اللي يزنقني? ايه اللي خليني ازنق نفسي? كفاية اصلا ان احنا زنقين نفسينا في قصات كتير جدا. اه قصات مثلا الشاشة اللي جات ديت. الشاشة دي احنا جايبينها. عايز اقول لكم اه من حوالي خمس شهور اه انا جايبها في البتاع دي. اه عيد ميلاد كارفور اه لو تفتكروا كان بدء من شهر احداشر كان بدء السنة دي. اه بدري جدا. انا جايبها من اول عروض كارفور اه اول عرض اللي هو اول عرض من عيد ميلاد كارفور. كان في شهر احداشر بالضبط. اه نزلنا كده واخترنا اللي هي الشاشة سامسونج اه خمسة وستين بوصة. وجبناها وطبعا لسه مزلنا بندفع الاقصات بتاعتها. لان احنا جبناها اقصات على ست شهور. وطبعا مع الاقصات بتاعت السراميك مع الاقصات بتاعت البيت نفسه. فالموضوع بقى مريع. حاليا مش هينفع ان انا اجيب اي حاجة تانية. فايه اللي خليني ازنق نفسي وانا عندي حاجة تقضي الغرض. نزلنا الركنة وزبطنا شكلها. وجبنا كده السجادة في النص وحطينا كده التربيزة وهنبتدي اللمعها. وبقى شكلها لطيف جدا جدا. ومقضية الغرض جدا جدا. في بس حاجة واحدة. اه جنبين. اه جنب الركنة من هنا. فاضي. وجنب الركنة من هنا فاضي. اه بس للاسف ما عنديش حاجات تليق مع بعضها. ما عنديش سجاد. ثلاث سجادات لون واحد. فاهمني. فانا مش عارفة دلوقتي اعمل ايه. مش عارفة. اه طبعا الجو سقعة قوي 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 الايام دي على الولاد. فاقولولي. لو هينفع نزل الحفظات بتاعة السجاد اللي كانت عندي. وهيبقى شكلها مختلفة. هتبقى لطيفة. ولا خاسبها زي ما هي كده احسن. انا بتكلم بس في موضوع ان الجو سقعة قوي على الولاد اليومين دول. فعايزة بس حاجة اه تقضي الغرض. فاهمني. قولولي برضو رأيكم في التعليقات. وانا هشوف اراءكو كلها. اه وهعمل اكيد بيها يعني. هنا كده زي ما انت شايفين اه ناس كتير قوي قالتلي يا سوما افرشي حاجة في المطبخ. فطبعا كان لازم افرش حاجة في المطبخ. وزبطت جدا جدا المشاية اللي كانت عندي في الشقة القديمة. في دخلة الشقة في الطرق الطويلة. زبطت جدا الوانتها وطولها مع المطبخ الجديد. واتفرشت هنا كده بالشكل ده. وبكده فيديو النهاردة يكون انتهى. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة. وهستنى تعليقاتكم الحلوة. تقولي ايه رأيكم في فيديو النهاردة. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.